ألام الحوض هذه الألام اللي ممكن تكون متشعبة ممكن نشعر فيها في أسفل عمود الفقري في المناطق السفلية أو في مناطق الفقد أو عن الجنب أو في المناطق الأمامية من الظهر طبعا إحنا بنعرف في أن عمود فقري 33 فقرة فوق بعض بين كل فقرة والتانية في ديسكات وآخر عظمة من عظمات العمود الفقري اللي هي الساكرال هذه بتكون مرتبطة في عظام اللي هو بتشكله عظام مفصل ومفاصل الحوض ومفصل الحوض بنتهي في عظمة الفخد والمفصل تاع عظم الوريك أو عظمة الفخد هلا في هاي الحالة أنا ممكن ألام تجيني من كل هالمفاصل هادي إذا صار في عندي عملية التواء للمفصل سواء المفصل الوريك أو المفاصل اللي ماسكي عظمات الحوض وعشان هيك هاي الحالة بتحدث أكتر شي عند النساء أكتر من الرجال لأنه الحوض تاع النساء وتكوينه بيكون أوساء ومستعد للتوسع في فترة الحمل وما بعد الحمل وأكتر شي بتصير هاي الفترة في المراحل المتقدمة في الشهور السابع الثامن من الحمل من كثر الشد والثقل اللي بيكون على مفاصل الحوض وما ننسى كمان إنه أي خلل أو أي آلام في منطقة من المفاصل هادي هينعكس على وضعية العمود الفقري العمود الفقري إذا كان في عندي آلام من زلعقات غضروفية أو آلام في مفاصل عمود الفقري هذا بعطي كمان عملية تشنجات على الجهة اللي فيها الآلام وألام إضافية في مفاصل الحوض طبعا هادي مش بس الأسباب في الأسباب التانية اللي هي الأسباب العضلية اللي محيطة في مفصل في الحوض في عنا العضلة كماثرية هاي عضلة في ذات أربع رؤوس بتكون موجودة خلف في المؤخرة من الخلف وبشكل مائل مع مفصل الرجل أو مفصل الورك في هاي الحالة وجود العصب الوركي اللي داخل بين العضلة هادي في حالة عند ضغط من العضلة هاي أو تشنجات أو التهابات هذا بعطيني آلام مباشرة اللي هي من كل عرك النسب الزائف أو الكاذب كمان ما ننسى إنه من المنطقة الأمامية عند البروستاتا عند الرجال طبعا وهذه أي انتفاخات في غضة البروستاتا ممكن تعطي ريفيرال بين أو آلام تتوجه لمنطقة الحوض في الأعلى أو المنطقة الخلفية من منطقة العصبس كمان ما ننسى إنه في عندنا الكلية يمين على الشمال وأي أعراض حساقيلة، ترسبات في الكلية، ضعف في الكلية، التهابات في الكلية تعطينا أعراض في منطقة الخاصرة من يا إما اليمين يا إما الشمال أو الجهتين مع بعض هلا كيف مننا نميز بين كل هالحالات هادي اللي ذكرتها يا دكتور يعني هيك إحنا تخربطنا أول شي بدنا نستبعد الضغط على العصب الوركي الاستبعاد هذا بيكون عن طريق إن الأعراض أي من المشاكل هادي بتكون أعراض موضعية فقط في منطقة الحوض ولا تتوجه للرجلين، ما بتنزلش فيه للرجلين على شكل تنميل، على شكل خضران، على شكل ثقل في الرجلين بس بتكون المشكلة آلام في منطقة الحوض بالنسبة إذا كان في عندي تشنجات في العضلة الكوماثرية، في هاي الحالي لازم يكون في عندي أعراض بتنزل على الرجلين، سواء على اليمين أو على الشمال، مكان ضغط هذه العضلة إذا ما كان في عندي الأعراض هادي بتنزل، خلص في هاي الحالي حسمتها إنها مش هي عرق نسا أو شي عصبي إذا بتحسيمها مثلا إنه من المفصل الورك، اللي هو ممكن يصير في عندنا التهابات في داخل المفصل، هشاشة في مفصل الورك نتيجة هشاشة العظام، كثير من الناس وخصوصا الكبار بالسنة يعني بعد الستين سنة هادي بتكون هي المشكلة الرئيسية آلام والتهابات وهشاشة في مفصل الورك وهذا اللي بيؤدي أي سقوط أو تزحلق لكسر في العظمة هادي وهذه بتكون أعراضها وتبعياتها كتير خطيرة ومؤلمة بتأدي لإعاقة كاملة للمريض من الحركة وعشان هيك كنا لكم الوقاية خير من العلاج، يعني المفروض نحط المسكات في الحمام في كل بيت ونواقع حالنا بالإجراءات السلام اللي ممكن نسويها على كله أكتر شيء هادي الآلام إذا كان في عندي مشاكل التهاب في المفاصل أو تمزقات بسيطة نتيجة التواءات أي واحد هادي ممكن يمشي حداء جديد مثلا أو ماشي خاطئة أو يطلع جبال أو درجة بشكل سريع أو بشكل مش متعود عليه بصير في عنده الآلام هادي في هاي الحالة أنا ما بقدر أسوي في حالة الآلام الحادة بيكون فقط العلاج اللي هو التقيد بالراحة الراحة معناته وضعية صح أثناء النوم اللي هي أفضل وضعية صح اللي هي على الظهر تناموا على ظاهركم وتعملوا عملية انحناء في مفصل الورك ومفصل الركبة 15 زاوية 15 زاوية اللي تكون هاي العضلات الأمامية مرتخية والمفصل مرتاح في وضعيته أثناء فترة النوم وفي هاي المرحلة العلاجية المفروض نخفف من الكعاد ونخفف من المشي المشي والكعاد هيعمل ضغوطات أكتر من اللازم على المفاصل وحيفير الآلام فانا بدي أسبوع أقل شي فترة راحة تامة وهذه الفترة كمان لازم يكون فيها مشاد طبي ينحط على منطقة الحوض أو الشال زي النساء اللي كانوا يزرروا كانوا يربطوا الظهر تاحهم بحيث انه هاي الضغوطات بتمسك الحوض أول شي وتريح العصاب والعضلات وبتعمل عملية تثبيت مرحلة لتغفيف الآلام هذه في هاي المرحلة وضعية النوم حكينا اللي هي على الظهر نحط مخدات تحت الركبة وإحنا نايمين على ظهرنا بس إذا واحد هيرتاح على جنبه إذا لازم يحط مخدات كمان بين الركبة وهو نايم على جنبه اللي ما يصير فيه احتكاك وتكون الركب على مستوى الحوض الحوض يكون مرتاح الشغل اللي حتساعد كتير طبعا في العلاج السريع اللي هي اللازكات الطبية تخفيف الآلام والالتهاب اللي ممكن توضعوها فترة الليل على مكان الآلام هاي اللازكات بتجيب نتيجة سريعة في الفترة الصباحية لأنه هذه الحالات للسبرين والهشاشة والالتهابات المفاصل واللي ممكن تأدي للآلام أكتر شي في فترة الصباحية بتكون حادة اللازكات هادي بتكون من مواد طبيعية أو انتم ممكن تعملوا خلطات وزيوت طبيعية حكنا لكم عن كتير من الخلطات والزيوت على سبيل المثال بتجيبوا زيت اللافندر بتجيبوا زيت الزعتر بتخلطوه مثلا خمس قطرات لافندر خمس قطرات زعتر وبتضيفوا لإلو في عندنا زيت الفلفل الفلفل الحار أربع خمس قطرات هاي زيوت عطرية ممكن نخلطها مع بعض مع شوية زيت زيت زيتون ونحطها على اللازكة الطبية هادي ونحط اللازكة عليها لفترة الليل طبعا تكامل ما نحط اللازكات لازم نعمل عملية تنظيف للمنطقة بالبشكير والمياه الفاترة واللي حيساعد كمان في الفترة هادي اللي هي عملية المساج حوالين منطقة الآلام المساج بزيت زيت زيتون او اذا بدكم تستخدموا زيت اللوز زيت السمسم هادي كل هاي زيوت كويسة مرطبة مهدئة للآلام مسكنة وبتسرع من عملية الليوني وعملية الشفاء في المفصل وبتخفف الآلام المساج بيكون عن طريق وضع زيوت هادي بشكل دافئ وعمل حركات يدوية على منطقة الآلام لمدة خمس دقائق عشر دقائق اللي ندخل ها الزيوت هادي كده ما نقدر لداخل العضلات اللي توصل للمفاصل وتخدر المنطقة كبل ما نروح ننام خصوصا ففي هاي الحالة بعد ما نعمل ها الزيوت وندعك ونعمل حركات المساج لعشر دقائق بعدين بنروح بنلفها في شي دافئ افضل شي اذا فيه اشي صوف اللي نخليها تحت حرارة الحرارة كويسة بعد ثلاث اربع تيام اذا حسنا الامور والآلام صورنا نسيطر عليها الحرارة حتسرع من الالتقام وتلين اكتر بس في الآلام الحادة اول يوم يومين ثلاثة بس كمدات مياه بردية لمدة عشر دقائق ولا نستخدم الكمدات الحارة فالزيوت اساسية الوضعيات اساسية انه ما نقعد كتير ما نوقف كتير ما نضلع درج كتير نريح حالنا فترة اسبوع استخدام الزيوت كل يوم مرة لمرتين خصوصا فترة الليل كمدات المياه الساخنة او المياه الباردي هادي حتخفف الالام بشكل كبير واخد اي شي ممكن يخفف هالالام بس انكم تتعدوا مرحلة الاسبوع بعد مرحلة الاسبوع في انه علاج تاني باعتمد اكتر شي على تمارين لاعادة انتظام الحوض لوضعه الطبيعي وعمل تقوي لهالعضلات الضعيفة اللي حوالين منطقة الحوض والمنطقة الباطنية اللي تمسك الحوض مع الظهر بطريقة كويسة وهذه الاجراءات يعني يتم متابعتها يوميا وخلال فترة ثلاث اسابيع شهر شهرين بصير يجيب نتيجة كويسة في انتهاء كامل من هاي الام خشونة الحوض والدواء مفاصل الحوض وشد في عضلات الحوض وهشاشة عظام وآلام مفاصل وكله بيجي في مناطق الحوض بدون ما ندخل العصب الوركي والمشاكل العصبية اللي لازم تكون تنزل على الرجل فهيك بنستبعدها ومنركز في العلاجات الطبيعية البيتية كبل ما هادي للحالات المستعصية الحادة اللي فيها الام هلا خلينا نخلص من الالام وبعد ما نخلص من الالام في هالحالة بنبلش في المرحلة الثانية اللي بدها شوية حركة وتمارين وطقوية وشد وهي الامور كلها شكرا لكم تحياتي دكتور محمود الصوس خصائع علاج طبيعي وتأهيل بيتي لتعليمكم كل هذي التقنيات والامور اللي بتحتاجوها في علاج كل حالاتكم بغض النظر شو كاعدين بتاخدوا اي علاجات في الخارج الكل بيوجهكم وكلو لكم اتبعوا هاي الاجراءات عشان يتكملوا العلاج وتتشافوا بسرعة في البيت لوحدكم واهم من انه نتشافة ونتعالج كمان نعرف نشخص حالنا ونعرف شو اللي قاعد بصير ونتثقف ونتعلم عن المشاكل هذي الحياتية اللي ما نخاف ونحاول نحلها ذاتيا واكيد هتزبط معكم قبل التوجه لعمل فقوصات تانية اذا الامور سهلة وبسيطة ومقدور عليها بيتيا بشغلات بسيطة ممكن تسوها شكرا لكم تحياتي